اشتركوا في القناة القادمة على تحليل مباريات جميلة وسنحاول التقليل من المواقف المؤقدة تابعونا هذه المباراة جرت بين اللاعب صالح سالم بالأبيض والغاند ماستر إيان سميث عام 2013 E4 C6 D4 D5 E5 طبعا هذا دفاع كاروكان وتفريع E5 أو تفريع تقديم البيضة بشوب F5 NC3 E6 G5 G4 بشوب B5 NF4 طبعا هنا دخلنا إلى وضع معقد والأسود علينا لعب دقة كبيرة للحفاظ على توازن الدور بشوب ضرب E بشوب D4 بشوب F6 بشوب F6 هي نقلة خاطئة نقلة بلندر بلندر حقيقي يعني بلندر كامل من الأفضل أن يلعب كوين بيت كوين بيت معني ف إذا لعب الوزير إلى E2 N6 بشوب ضرب G و كوين ضرب N رخ ضرب F تبيض طويل وهنا المحرك كما نشاهد يعطي أفضلية للأسود ولكن يانس ميس اتكب خطأ وأعطى الأبيض فرص للهجوم G5 طبعا G5 الآن يهدد الفيل وفي حال حرك الفيل سيصبح الحسان بلا حماية ويخسر قطعة والآن يبدو أن الأسود في وضع صعب ولكن يانس ميس وجد نقلة وجد نقلة جيدة وهي فيل ضرب C2 فيل ضرب C2 ولكن هنا صالح سالم فاجأ خصمه بنقل لم تكن متوقعة أظن وضحى بالوزير بنقلته الأولى بشو بيضاق ضرب فيل فيل ضرب وزير فيل بي 5 كيش ملك 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 طبعا إذا أراد أن يغطي بالحصان لكي لا يحرك الملك فإن بيضاق ضرب بيضاق تعطي أفضل هي حاسمة بحيث أن هذا البيضاق سوف يأخذ الرخ ويترقى إلى وزير ولا يمكن إيقافه ملك F8 بيضاق ضرب بيضاق كيش ملك ضرب بيضاق وفيل ضرب حصان كيش ملك F2 طبعا إذا F6 واضحة حصان ضرب بيضاق كيش وشو كي الملك والوزير إذن ملك F2 رخ ضرب فيل كوين جي خمسة بيدي ستة كيش ني سبعة والآن التضحية الأخرى طبعا في حال أراد أن يلعب KJ7 أظن هنا الوضع سوف ينتهي H4 ملك D8 حصان H5 كيش ملك H6 فيل F4 ملك ضرب حصان و رخ G8 الثاني والآن الفيل الأبيض جاهز للمشاركة بالهجوم ولدينا لدينا مات بأربع نقلات حصان إذا بعد نقلت فيل دي ستة كيش الأسود مجبر على التغطية بالحصان والآن والآن لدينا التضحية الثانية من صالح سالم وهي إحصان ضرب رخ D3 والآن التضحية إحصان ضرب D5 بيدق ضرب حصان وأحصان ضرب بيدق والآن لدينا ربط خطير للحصان الموجود في المربع E7 كوين F5 في الضرب حصان كيش ملك G7 رخ G1 كيش ملك H6 والآن تضحية الثالث رخ H6 رخ H3 كيش كوين ضرب رخ أو فيل G5 كيش ملك G6 طبعا قبل نقلة ملك G6 هنا قرر لاعب الأسود إياني سميث الاستسلام طبعا بعد تفكير بعد الدقائق تحف أنه الوزير سوف يسقط وبالتالي قرر الاستسلام الاستسلام الآن سنشاهد كيف سيسقط الوزير بعد إجبارية ملك G6 فيل فيل الكيش بالكشف ملك F5 رخ كيش وملك E5 كيش والآن شوكي وطار الوزير وهذا الوضع طبعا يعتبر منتهي طيب في حال لهيك عنا مات بنقلتين كيش وكيش مات إذن هذا هو كان تحليل الفيديو اليوم دور صالح سالم شكرا للمتابعة وأتمنى يكون عجبكم وستنون في تحليل أدوار أخرى قادمة